كابتن عصام قال إن الشناوي أو كرة الشناوي اللي كل الناس طلعها تتكلم وتبعبع هنا وأصله كان لازم يستحق طرد وما يستحق الشرد كل الخبرة اتكلموا وهو كابتن محمد لحنفي لو كان الشناوي يستحق طرد ما تردوش ليه؟ كرة متطرفة بين أوي يعني مش محتاجة كلام ونقعد نتكلم فيها ونعمل فيها كرة متطرفة وكرة 3-4 جايين من اللي هناك وبعيد خلص يعني ماينفعش نات تعمل كده ومهاجم فوتشر يعني خط الأوت هنا هو وشه كده لخط الأوت مش وشه لجون ده مبدئيا يعني لكن ماشي أولا كابتن عصام طلع وقال إن كرة الشناوي هي كرة طرد أو لا تستحق الطرد لأنه لحقيقة كل الخبرة أجمعه على هذا الأمر ولكن كابتن عصام برضو وكالعادة الحقيقة وأنا دايما باستغرب يعني أنا الواحد ده ما بيقعد يتكلم كتير بيغلط فكابتن عصام لو سمحت للمرة المليون أنت حر طبعا أعمل اللي أنت عايز أنا بقولك رأيي ووجهة نظري وفي النهاية حضرتك لك مطلق الحرية في أن أنت تسمع الكلام بتاعنا وتاخده على أنه هو انتقاد إيجابي أو نقض إيجابي أفضل من أي شيء آخر كابتن عصام أنا طلع بلح قال إيه فين أو مشاكل التحكيم وهجوم البعض على التحكيم ومن داخل المجال ومن خارجه لأغراض شخصية أخطر من فيروس كورونا لأن تلك المشكلة تواجه التحكيم المصري منذ سنوات طويلة ولا يوجد لها علاج حتى الآن طب ده كلام أنا يعني طيب رئيس لجنة الحكام السابق هو مشي ليه عشان مشاكل التحكيم التي ليس لها علاج وجايبين رئيس جديد ليه وحكم دولي وحكم كاس عالم وشخص نزيه جدا وشخص كلنا بنقدره وكلنا بنحترمه وبنجله على فكرة ورجل جميل ومحترم وكل حاجة واسمه كبير على مستوى العالم وفي الفيفا ومحاضر وكل حاجة حلوة في التاريخ وحاجة جميلة جدا ولكن هو دور حضرتك أن انت تصلح كابتن عصام الناس كلها بتطفق فيك الناس كلها بتقول أن الكابتن عصام ييجي علشان أو ما الكابتن عصام جيه كلنا متوسمين خير بس ليه لأنه ده دورك أن انت تصلح ماش هيكل التحكيم اللي هي في السنوات السابقة اللي حضرتك قيل عليه إذا كنت وضع يدك عليها فأنت أقول لنا قلنا فيه والله مشكلة 2-3-4-5-6 وحيتصلحه في شهر 2-3-4-5-10 سنة بس يعني يا كابتن عصام مش كده مش كده كفاء الموسم اللي فات واللي حصل في التحكيم معانا في الموسم اللي فات حضرتك لا تتحمل مسؤولية ما حدث خلال الموسم السابق ولكن في نفس الوقت حضرتك جاي تصلح ما هو لو الأمور ماشية كويسة ما كانش رئيس لجنة التحكيم السابق مشي وحضرتك جيت ولو الأمور مشت فضلت ماشية بهذا الشكل ما هو أكيد حضرتك حتمشي وحدة حيجي غيرك يحاول أنه هو يصلح من مساوي التحكيم أو من أخطاء التحكيم اللي كانت بتحدث خلال الفترة السابق مش ده اللي احنا عارفينه على فكرة ده مش في التحكيم بس ده في العالم كله لكن ما فيش حاجة اسمها ملهاش علاج فيش حاجة حضرتك اسمها ملهاش علاج لما تيجي وتروح وتتكلم وتعمل على أن هناك هو أخطاء أحاول حل الأخطاء اللي أنا أقدر حلها فإن حضرتك تقول أنه ما فيش علاج لهذه الأخطاء وجهة نظر أنه ده لا يصح من حد كبير ونجم كبير وحد ذو ثقة على فكرة مهما كون بنتقد أداء الكابتن عصام أداء الكابتن عصام ولكن يظل دائما الكابتن عصام بالنسبة لي واحد من الناس المحترمة جدا كشخص ومن الحكام الكبار جدا أنا شخصين اتعاملت معاه في الملعب وبرى الملعب فعارفوا كويس وأتمنى أن الكلام اللي الكابتن عصام بيقوله ده يعني لأنه كلام مهم جدا 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 أنه ما يحصلش مرة تانية وكابتن عصام يفضل يطلع ويتكلم ويقول ويعمل أنا سمعت أن الرئيس الربطة الأستاذ النائب أحمد دياب يتكلم مع كابتن عصام وقال له ده أتقال كده في بعض الأمور في بعض وسائل الإعلام وفي اليوم السابع تحديدا وفي أمور أخرى طلب منه الصمت يعني لش أن ده بيعمل مشاكل ولكن من الواضح أن يعني الكلام الكتير برضو بيعمل مشاكل كابتن عصام فأتمنى عندنا شهر ونص هو الدنيا فاضية عندنا خمس ست حكام بس راحوا للبطول ترامل الأفريقية إن شاء الله والباقي يكونوا موجودين إن شاء الله بس ما يبقاش ده التوقف اللي فاته كابتن عصام ما تسافرش تونس مع منتخب الشباب ورئيس بعثة ما نشوف هيبقى في بعثة اليومين دول ولا ما فيش أتمنى أن الموضوع ده ما يحصلش في هذا الكام يوم اللي جايين أو الشهر ونص اللي جايين